اهلا وسهلا بكم في برنامج الخروج من الظلام النهاردة هتكلم معاكم عن بعض المشكلات المجتمعية اللي بتأثر على اقتصادنا وعلى نفسيتنا وعلى مشاكل كتير اقوى في حياتنا المشكلة دي هبدأ بيها وهي مشكلة الاستهلاك والانتاج زمان ايام سيدنا يوسف كنا بنأكل العالم دلوقتي اصبحنا بنستورد من بره كل حاجة بقيت حياتنا كلها معظم على استراد والداخل اقل من الخارج واي اول حاجة بنستوردها اكلنا وشربنا الشاعر جبران خليل جبران بيقول وايلوا لأمتين تأكلوا مما لا تزرع اكلنا وشربنا مش من انتاجنا مش من زراعتنا بنستورد الامح بمليارات الجنيهات وبنستورد اللحوم والاسماك والابكار وكل ده بمليارات الجنيهات برضو ومن نخد في بالنا ان الحاجات دي كلها اللي احنا بنستوردها بتأثر على اقتصادنا يعني لو دخلنا لكل بيت وشفنا الاكل اللي احنا بنكله هيبقى معظمه تلتينه بنكله والباقي بنرميه وتتحول هنا ان تلت اكلنا بيترميه بس لو قلنا ان جنيه واحد بس في كل بيت في كل وجبة يعني ما يقارب للميت مليار جنيه بيترمي في الزبالة ومش بس كده الزبالة اللي احنا بنلاقيها في الشارع دي بتأثر برضو علينا بالامراض وبنستورد علاج بمليارات بل تتعدى المية وعشرين مليار جنيه سنوين استراد العلاج ومشاكل كتير قوي بسبب الحاجات دي كلها عشان احنا مش مدركين وعشان احنا مش فاهمين المشاكل دي بتأثر على اقتصادنا وبالتالي احنا كل يوم بنسوه يوم بعد يوم في فيلم كان اسمه انتبهوا ايها السادة لي حسين فاهمي ومحمود اسين كان الممثل محمود اسين كان في دور الزبال ومن فرزه للزبالة مع الوقت بقى من اغنى الاغنياء واحنا كدولة مش بنستخدم اصلا الزبالة دي وبتترمي وبتتراكم وجيب لنا امراض ومش بنستفد بيها في المصانع ولا الحاجات دي كلها لبسنا برضو الشعر بيقول ويلو اللي امتين تلبسوا مما لا تنصج احنا بنستورد تقريبا بمية وعشرين مليار جنيه سنويا لبس وبنستورد حاجات كتير جدا وما بنشجعش لايه الصناعات المحلية دي برضو مشكلة كبيرة ان احنا احتمدنا على الاستراض وايقننا ان الاستراض كله افضل من الصناعات المحلية نخص على مشكلة الاستراضات اللي احنا بنستوردها في حاجات كتيرة اوه في حياتنا زي العدسات اللاصيقة والمكياجات النساء بتستخدم الحاجات دي بنسبة كبيرة جدا يعني العدسات اللاصيقة بنستورد بمتين مليون جنيه عدسات لاصيقة ومنعرفش عن المادة البعيد برضو ان العين بتضر من ده ويه بنحتاج علاج وبنحتاج نضارات مع الوقت وتكلفة وبندر صحتنا بده ويه سوق اكلنا وسوق التخزين اللي في حياتنا اه يعني مثلا حد عنده في البيت اه مثلا شكارة رز او او سكر او الحاجات دي كلها بتتخزن بطرق غلط وتترمي في الاخر او ممكن ما نستخدمهاش او لما بتتخزن فترة طويلة لما ناكلها بيكون لها فترة صلاحية بتضرينها مع الوقت بعض برضو الحاجات اللي انا عاوز اتكلم فيها والمهمة ان في حاجات موجودة اه بناكلها او كياس العصير اللي هي بتتعامل بالمية او بعض الكنزات فيه ناس ما بتاخدش بالها انها مكتوب عليها ممنوع مثلا لسن معين والاصفال برضو بيشربها عشان بتسبب امراض كل ده برضو بيأثر علينا واحنا مش مدركين وما عندناش توعية للحاجات دي لازم يكون عندنا توعية للحاجات دي برضو الاستهلاكات الطرفهية برضو بتعدي المليارات زي فترة المواسم زي مثلا فوانيس رمضان زي هدايا عيد الحب زي هدايا عيد الام وحاجات كتيرة قوي برضو بنستوردها وده بيأثر علي اقتصاد الدولة وبنقابل مع الوقت ان فيه عجز فيه الميزانية بتاع الدولة استراد اجهزة العرائز جهاز العرائز جهاز العرائز احنا تقريبا بنستورد بيه 500 مليون جنيه كوبات غير بقى طبعا معالق وسكاكين تتعدى المليار ومش عارف ايه وايه وبيت المفروشات واجهزة قربائية وحياة كتيرة جدا علشان العروسة بتتجهز بـ 200 ألف جنيه ليه تتجهز بـ 200 ألف جنيه ده اقل حاجة انا بتكلم في الاقل حاجة ونخش بقى في مشكلة اكبر وهي صعوبة الزواج يعني الشاب اليومين دول الاب اللي هو مثلا بيجهز العروسة بيكون مثلا دخله مع الوقت يتعدى مثلا عشر أضعاف الشباب دلوقتي يعني لو مثلا الشاب مرتبه 2000 جنيه ممكن يكون دخل الاب مع الوقت ان هو يقدر يدخل البيت 20 ألف جنيه في الشهر دليل على كده ان هو بيجهز مثلا بنته بـ 200 ألف جنيه في فترة وجيزة انها بتكلم على الحالة المتوسطة او الطبقة المتوسطة جهز العرائس اللي بقينا في زباء مش في اختيار الزوج بقينا نتفاخر بس والآي ما يكتب فيها مثلا 300 400 ألف جنيه 500 ألف جنيه كل ده علشان المنظر علشان ان احنا مثلا بنته فلان جابت وبنته فلان مش اعلم بنتي وبنتي مش اعلم منها والكلام ده كله لكن عاوزين يعني نبعد عن الرؤية دي او التفاخر ده على الفاضي يعني بعض الدول اللي انا سفرتها مثلا زي الصين اللي بيتجوز هناك بيقعد في قد وصالة ما بيجيبش 100 معلقة و100 كباية ومش عارف 100 ايه ويعمل نيش لا بيبقى الحالة متوسطة مقبولة يعني مفاش يعني نوع من أنواع التفاخر يعني مع انهم دول متقدمة لكن احنا بنحب التفاخر قوي ونقعد نتكلم ونقول بنتي مش اقل من فلان وعلان والكلام ده كله وبيقدي الى بقى صعوبة الزواج صعوبة الزواج ازاي يعني انا هجيب لبنتي حاجات بنتين الف جنيه ويجي شاب مرتبه 3000 جنيه او 2000 جنيه عشان نتجاوز بنتي هيقعد سنتين تلاتة وقال لما يجاهز نفسه من عفش ودهب وفرح وحاجات كتيرة جدا ويجي كتب الايمة بمبلغ وقدره احنا كده بنبعد عن عادات وتقاليد قديمة تربين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلهن مهرا اكثرهن بركة دلوقتي بقينا نشوف برامج وناس بتتكلم تقولك لأ انا بنتي مش اقل من من اي حد انا لازم اقرص على العريس وابتب عليه ايمة بمبلغ علشان يا خلي باله منها انا مش هرمهاله علشان ما يجيش ايه يرمهالي بعد كده ويقول بنتك كانت رخيصة فلو كانت غالية هيحافظ عليها وده فكرة خاطئ طبعا المشاكل دي لما بنصعب على الشباب في المشاكل دي الشباب بتتجه لطرق كتيرة جدا الطريق الاول انه مش عاوز يشيل مسئولية بقى بقى لقى الموضوع صعب انه يتجاوز بقى يفكر في طرق كتيرة سلبية زي شرب المخدرات بقى عاوز يسرق ويخطف ويعمل حاجات كتيرة جدا واحنا مش واخدين بالنا منها الحاجات دي كلها على المدى البعيد زي ما احنا شفناها دلوقتي زي ما ما كانتش موجودة بتأثر على اقتصادنا واحنا مش واخدين بالنا الحاجة التالتة هي الامن والامان اللي ما بقاش موجود في بعض المناطق او بعض الاماكن المعينة زي مثلا الدائري لأ زي الدائري الدائري اللي مثلا بيكون مقطوع في هوقات معينة ليه ما يكونش فيه اكشاك فوق الدائري والدولة تستفيد بدخل ويه الشعب يستفيد انه هو مثلا في اكثر امانا في المكان ده علشان فيه ناس او الاكشاك دي يكون فيها كاميرات مرابعة يبقى احنا كده زودنا الامن والامان في حاجات تانية زي تسجيل التكاتك معظم التكاتك بيكون مدخل لعمل الجرائم والخطف والسرقة وحاجة كترة جدا عشان مش متسجلة او مش مترخصة او مش علينا رقم يعني لو سجلنا لو الدولة قبلت ان هي تسجل التكاتك بس يكون ترخيص امني وليس ترخيص مروري عشان طبعا التكاتك ممكن تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع في الشوارع الهم الحاجة التالتة هي الزحمة الزحمة باشكالها كلها يعني مشكلة الزحمة دي اللي احنا كلنا بنشوفها في حياتنا يعني زمان لو رجعنا لعشر سنين او خمس سنة سنة وراء المشوار اللي كنا بنروحه في عشر دقيق بقينا نروحه مثلا في ربع ساعة لا طبعا مشهور ربع ساعة بعد مثلا بنروح المشوار مثلا في ساعة فرق الوقت من عشر دقيق لساعة خمس اضعاف المشوار غير الطاقة وقت جهد ومال المال اللي بنسألكو برضو ان المشاوير لما بيكون زحمة استهلاك البنزين بيبقى اكتر فده بيأثر على المال الجهد اللي بنبذله في الشارع من رؤيتنا والطاقة اللي بتبذلها العين والأذن لما يكون فيه تلوث ضوضائي حوالينا الزحمة التانية اللي هي زحمة اللي هي اسبابها يعني زحمة السوائين اللي هي مثلا بتعمل موقف وسط الطريق وتأثر على حرم الحرارات المررية الموجودة في الشوارع طبعا فيه مشكلة تانية وهي مشكلة ثقافة السوائين اللي بتعمله ان هو ممكن يقف وسط الشارع ويحمل برضو ليه ما يكونش فيه تابعة دولة او تابعة المحافظة يعني فكرة ان احنا نصنع مثلا فكرة مثلا تصوير مثلا العربية دي نصورها مع تكرار التصوير ان انا مثلا ما قبلش ان يكون فيه غلط اصور العربية اللي بتقف وسط الطريق واللي هي ما بتاخدش مثلا الحرار الاخير عشان تنزل راكب او تركب حد تاني وينصورها لو هي مثلا في وسط الطريق ومع تكرار التصوير وارسالها مثلا لرقم واتس للمحافظة هيكون برضو فيه مرأبة وهيكون فيه متابعة وهيكون فيه فرز هنشوف مين السوائين اللي بتأثر على الزحمة في المناطق الهامة زي المهندسين والدق والزمالك والاماكن دو كلها ونشوف حلها هيكون افضل بوضع غرام على السوائين دول وبكده السوائين دول هتجنبوا علشان هو اصلا بيوقف عشان اجرى بسيطة فما بالك لما يكون فيه غرامة هيحاول ان هو يتجنب الاخطاء اللي هو بيعملها وبيأثر على الزحمة في الشارع زحمة المصالح الحكومية زحمة المصالح الحكومية دي من اهم الايه الاجزاء اللي انا عاز اتكلم فيها زحمة المصالح الحكومية اللي هي مثلا بتكون من الساعة سبعة الصفح الحاد الساعة اتنين او تلاتة العصر بتزحم الناس وليه ما يكونش فيه فكرة برضو وقت تابعة للمحافظة او تابعة للوزارة عن الموظفين اللي بتأثر او بتأخر الاوراق او بتصعب الاوراق بدون رشوة الموظفين بتعمل تعطيل الاوراق علشان الرشوة فاحنا ليه ما يكونش فيه مننا جانب ان احنا مثلا يكون فيه رقم تابعة المحافظة رقم وط مثلا بارسال الشكوى عن الموظف فلان مع تكرار الشكوى عن فلان مثلا فلان دا يمشي خالص وبالتالي هنبدأ نعالج المشاكل اللي بنقابلها في المصالح الحكومية فيه برضو فكرة لو دفناها للاماكن دي فكرة عمل فترة مسائية في المصالح الحكومية مثلا في الشارع القاري او السجل المدني لو فيه فترة مسائية من الساعة مثلا اربعة لحد الساعة عشرة مثلا مساء ويكون اعلى في القيمة مثلا من صباح يعني مثلا ازياد خمسة جنيه عشرة جنيه عشان اطلع بطاقة او فيش او اعمل مثلا حاجة في الشارع القاري ازياد عشرة جنيه لكن انا كموظف بدل ما اعطل نفسي يوم مثلا داخلي مية وخمسين جنيه في اليوم او ماتين جنيه في اليوم بدل ما اعطل نفسي استفيد بيومي واخصر عشرة جنيه والدولة استفادت زي ما اتكلمنا في اول الحلقة الشاعر جبران خليل جبران بيقول ويلو الامة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج ليه ما يكونش فيه تشجيع مننا في الصناعات المحلية ليه ما نعالكش الحاجات دي بجد ليه ما نبدأش فيه انتاج اكلنا من ايدينا ليه ما نزرعش قمح بادينا ليه ما نربيش تيور ونبدأ نعمل دورات فيه مثلا في وزارة الزراعة بتعمل دورات فيه مثلا عمل دورات مثلا فيه لما ذكرني فيه زراعة الاسماك فيه برضو فيه عيش الغراب وفيه دواجن وفيه حاجات كتيرة جدا الوزارة بتعلم الحاجات دي ليه ما نرجعش لثقافة ان اكلنا يكون من انتاجنا كل بيت يكون عنده تيور او يكون عنده انتاجه من 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 زراعته او انتاجه من من اكله شربه او انتاجه من لبسه يكون هو المنتج الحاجة دي ليه ما نرجعش زي زمان في الحاجات دي كلها احنا بنصدر تقريبا مواد خام فقط يعني ما بنصدرش صنوعات على كلها قليلة بس في الملابس الجاهزة هم بيستوردوها علشان القطن بتاعنا من افضل القطن موجود في العالم في حاجات كتير او مشاكل كتير او في حياتنا مش بيلمسها الا اللي في المشكلة نفسه كان فيه قصة صاحب مصدع قابله مشكلة انه التجار بتصلوا بيه يشتكوا انه كاراتين السابون كانت بيكون فيها سابون فاضي او علب السابون بيكون فاضي اتصل بالمهندسين وجمع مهندسين وطلب مهندسين من بره عشان يحلولوا المشكلة دي اللي موجودة في المكنا ف المهندسين اتجمعوا عاملوا اجتماع ودي عشان يحلوا المشكلة دي المهندسين كرروا انه هم يشتروا مكنا تتعدى مثلا مليون جنيه او يجيبوا مكنا غيرها لكن كان فيه عامل بسيط واقف على المكنا ده اقرب واحد للمشكلة قال انا عندي فكرة هروح اقولها مثلا لصاحب المصنع راح لصاحب المصنع وقال له انا عندي فكرة مش هتعدي لألف كنيه قال له ايه هي قال له احنا هنجيب مروحة جنب المكنا والمكنا كلما اتطلع سابون في كاراتين فاضية الهوى هيطير المروحة الطير بكوة الهوى دي هتطير الكاراتين الفاضية وبالتالي احنا كده عالجنا مشكلة كبيرة بتقابلنا في الحاجة دي لكن اللي بيلمس اي مشكلة اللي قريب من المشكلة واللي يقدر يحط حلول في المشكلة هو اللي قريب من المشكلة فليه ما يكونش فيه صندوق للشكاوي او للاجتراحات فيه الهيئات والوزرات و الرئاسة الوزرات وتيح ده و كده نكون خلصنا الحلقة ونقولكو تسبوع على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة